نبدأ هذه الجولة من السودان ومنها نقرأ أمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والاستثمار على طاولة البرهان وابن سلمان عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود مساء أمس جلسة مباحثة ثنائية بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض وأمن الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون في مجال أمن البحر الأحمر والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة وشاد البرهان بالدعم المتواصل الذي ظلت المملكة العربية السعودية تقدمه لسودان لتحقيق الاستقرار والسلام ودعمها الدائم لسودان في المحافر الإقليمية والدولية مشيرا إلى أزلية ومتانة العلاقات السودانية السعودية وأدن رئيس مجلس السيادة الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعات الحثي الإرهابية على السعودية مبينا أن أمن المملكة العربية السعودية هو أمن سودان مؤكدا وقوف السودان إلى جانب المملكة العربية السعودية أستاذ عبد الرحمن كيف تقرأ توقيت وأهمية هذه الزيارة؟ أنت تعلم أن هذه الزيارة كان مقرر لها أن تكون تالية لزيارة السيد عبد الفتاح البروحان إلى الإمارات لكن ربما لأنه كان على ارتباط بأن يقادر إلى أوقندا ويلتق رئيس الأوقندي موسفيني ومملكة العربية السعودية كانت على موعد مع رئيس الوزراء البريطاني ولي ذلك تقهيرة الموعد أن تقديري هذه الزيارة تمثل امتدادا لزيارة الأمارات لأن في الإمارات كان السيدة البروحان قد بحث أسمي بالمبادرة الإماراتية السعودية المصرية المشتركة لإيجاد حل العزمة السودانية هذه المبادرة قايمة على عودة السيد عبد الله حمدوك سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس السيادة إن توافقت الأطراف على عودته والأمر الثاني أن يشكل مجلس السيادة مدني برئاسة مدنية خاصة وأن الاتفاق الذي تم حين تم التوقيع على اتفاق سلام جوبا أن تقول الرئاسة مجلس السيادة إلى مدني بحلول شهر يونيو العام 2022 وكذلك في هذه المبادرة تم الاتفاق أن يتم تكوين مجلس الجراء من كفاءات مستقلة وأن يشكل مجلس التشريعي هذا المجلس التشريعي يراد أن يسترضى به لجان المقاومة والشباب والمرأة وتسأل عن وضعية العسكريين في هذه المبادرة العسكريون يذهبون إلى ما صلح على تسميته بمجلس الأمن والدفاع طيلة الفترة الانتقالية ربما هذا هو المخرج الذي توافقت عليه الدول السلاسل السعودية والإمارات ومصر هذه هي نقطة النقطة الثانية هذه الزيارة تأتي في توقيت وأنت تعلم اجتداد الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية لا أدري أن المملكة العربية السعودية اليوم كانت تقول أنها غير مسؤولة عن أي أزمة يمكن أن تحيط بالطاقة في ظل هذه الهجمات الحوثية وسيد المرهان كان قال أن أمن السعودية من أمن السودان وأنهم مع حماية الأمن السعودية ومن ثم بدأ واضحا جدا أن السودان سيمسل الإسناد في المرحلة القادمة في مواجهة الحسين هذه النقطة النقطة الثالثة والمهمة جدا في هذه الزيارة كأن تبحث أمن البحر الأحمر طيب هذا ما ردت أن أسأل عنه نعم مسألة أمن البحر الأحمر تصدرت المباحثات يعني هل هناك قلق سعودي بشأن التقارب الروسي السوداني وإمكانية إقامة قاعدة روسية في السودان أنت تعلم حين عودة السيد محمد حمدان حميد تينايب رئيس مجلسى السيادة من روسيا قال يعني ما المزعج في الحديث عن إقامة قاعدة روسية في البحر الأحمر نحن مع إقامة قاعدة روسيا وإيدة والأخرى إذا كان هذا لا يتعارض مع أمن السودان وتحدث عن امتداد الحدود وأن السودان له أن يستفيد منها هذا بالنسبة للسعودية والدول كثيرة مشاطئة لنا في المنطقة أن تتعلم استضافة قاعدة على ذكري هذا معناه وأننا قد دخلنا منطقة الأحلاف والمحاور وأننا بيتنا في مهب صراع القوى الكبرى ومن ثم هذا يمثل مصدر قلق بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنت تعلم أن السعودية تقع مباشرة تشاطئنا على البحر الأحمر وهي متحالفة مع الدول الغربية نعم والعجل لذلك هذا مصدر قلق لهم يريدين أن يطمئنوا على أن هذا لا يمثل ربما حتى حالة خطر على أمنهم في المملكة العربية السعودية ولكن هل يبدو لك حديث الجنرال داقلو منطقيا في مسألة من حق أي دولة أن تقيم قاعدة في حدودنا أو في منطقتنا طالما أن لا يمثل ذلك مصدر قلق لسودان يعني هل وجود قاعدة روسية في البحر الأحمر لن يمثل خطرا أيضا على الأمن القوم السوداني؟ أنا تقديري على السودان اقترابه من روسيا ربما هو محاولة لإرسال رسالة كان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإذا القرب عامة أنت تعلم أنه بعيدة إجراءات 25 أكتوبر القرب كان يضغط بشدة في أن يعود السودان إلى المسار الديمقراطي وأن يعود إلى التحول المدني وأمريكا لوحت وهددت بأنها ستتخذ عقوبات وإجراءات حالة لم تتم العودة وبين ثم حميد تحين زارة الروسية أراد أن يرسل رسالة عنكم إذا ما ضغطتم علينا أكثر من ما يجب ربما نحن نقترب الآن من القطب الآخر أنا تقديري على السودان لن يسهب أبعد من ذلك تعلم في فترة من الفترات ومرحلة من المراحل حتى من بعد أن صادق بلاد مير بوتين الرئيس الروسي على المركز اللوجستي الذي كان قد وافق عليه السودان للسفن النووية الروسية في البحر الأحمر عاد السودان وقال أن هذا يستوجب مصادقة مجلس تشريعي لم يشكل بعد وفهم حينها أنه كان قد قيادة أفريكم القوات الأمريكية في أفريقيا كانت غزارة خرطوم وتريد للسودان أن يكون مغرر لقواته فهم حينها أنها ضغطت ولأ لذلك السودان تراجع ومن ثم فإن السودان ربما يجعل من موضوع المركز اللوجستي والقاعدة الروسية هذه ورغى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حسب الخبر المحادثات تناولت الاستثمار هل تعتقد أستاذ عبد الرحمن أن الأجواء الحالية مهيئة للاستثمار هي ليست الأجواء وحدها الذي فهم أن هناك مجموعة الأربعة التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات كان قد تم التنسيق على أنه ليس هناك من دعم أو من مواقف إلا في إطار تنسيق المشترك وفهم حينها أنه ما من دعم يمكن أن يقدم إلا بعد أن يعود السودان إلى المسار الدموراطي والتحول المدد ومن ثم يبدو صعبا الآن أي استثماراتنا أو أي منح يمكن أن تقدم إلا من بعد أن يبدو السودان اليوم كان العزير الخارجي الأمريكي في تصريح أمس كان يقول أن أمريكا يمكن أن تعيد النظر في المنح المقدمة للسودان حالة عادة إلى المسار الدموراطي طيب لا توجد احتمالات للإفراج عن المنح السعودية الإماراتية التي قم تجميدها تصل إلى الأوضاع الحالية لا يبدو ذلك أمر ميسورا لن يتم فك التجميد هل تعتقد بأن السودان يمكنه أن يمضي إلى استكمال المسار المدني الديموقراطي بهذه الحالة ليس أمامهم من خيارات لا بد أن يعود إلى المسار الدموراطي والتحول المدني لأنك تعلم الآن اجتداد الأزمة الاقتصادية ويبدو أن السودان الآن بات مخنوقا جدا من الناحي الاقتصادية ومن ثم ليس أمامهم من سبيل غير أن يعود إلى المسار المسار للتحول الدموراطي لأن يحصل على دعومات اقتصادية